أكد مطورون عقاريون أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم أسهم في دعم القطاع العقاري نعم وقد أسهم القرار في جذب المزيد من المستثمرين خلال فترة وجيزة حيث قامت وزارة شؤون البلديات والزراعة بتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات الرسمية على وضع آلية مرينة لتحفيز المستثمرين للاستثمار في السوق المحلي مواصلة لتحقيق الخطط الرامية إلى رفض الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية المستدامة جاء أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء حيث تم وضع أفضل الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم حيث أسهم ذلك في دعم القطاع العقاري وجذب المزيد من المستثمرين خلال فترة وجيزة إجراءات ميسرة بعد صجور أمر سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حيث قامت وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة على وضع آلية مرنة لتحفيز المستثمرين للاستثمار في السوق المحلي إشادات واسعة تلقاها هذا الأمر من قبل المطورين العقاريين والمستثمرين في مملكة البحرين حيث جاء محفزا لبيئة الاستثمار العقاري وأسمى في تحريك وطيرة العمل في مجال الاقتصاد وأكد مطورون عقاريون موصلة العمل الدؤوب في تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية من أجل تقديم وتطوير أفضل المقترحات التي تدعم المجال الاستثماري وتحرص مملكة البحرين على تبني ووضع البرامج الهدفة إلى تعزيز مختلف القطاعات وتطويرها وخصوصا القطاع العقاري بما يحقق الأهداف والتطلعات الكفيلة بتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة أولى للاستثمار العقاري ترجمة نانسي قنقر